الكرآن في حاجة عجيبة جدا يا جماعة واسمعوا مني الكلام ده الكرآن فيه جزء خاص بتطهير القلب شئت أم أبيت مجرد قرأتك للقرآن ودي النقطة اللي عايزة أتكلم فيها جميل إن احنا نعمل ختمة واثنين وثلاثة وجميل إن انت تقرأ الكرآن وتختم أكتر من الختمة لكن الأكتر من كده والأجمل من كده والأفضل من كده اسمعوا معايا إنك انت تتدبر وتفهم وتعي الكرآن في الشهر ده عشان تعرف تكمل أنا عايزة أقول إن تدبر الكرآن في الفترة دي يعني ينقلك نقل عجيبة جدا في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى مجرد وجودك إنك انت بتتدبر الكرآن في الفترة دي ينقلك ليه؟ لأن هو يعني سبحانه الله يعني هو دي من أسرار الكرآن وما تسألونيش إزاي إنك بتقرأ تقرأ تقرأ فربنا يفتح لك الفيوضات تقرأ فتفهم فتتدبر فربنا سبحانه وتعالى يثبل عليك من نور الكرآن يعني دي خلونا مؤمنين بالقصة دي لأن أنا عم نفسي عم مؤمنة بها جدا لما نيجي مثلا نتكلم مثلا مثلا يعني إحنا كنساء نعلم الرجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم الرجال تتعلم صورة المائدة والنساء تتعلم صورة النور لما فيها من أحكام العفة والطهارة وكذا قضية في صورة النور اللي طلبت منا أن احنا نتعلم النساء الأحزاب وطبعا صورة النور وطبعا صورة الطلاق الصغرى والكبرى الكبرى صورة النساء وصورة الطلاق العادية اللي هي الصغرى فلما نيجي نتكلم مثلا عن صورة النور وقاية صورة وليه سميت صورة النور وذكر اسم الله نور السماوات والأرض نور العلم ونور الخشوع ونور التفاوء ونور الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى كل الكلام ده ندعونا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم قولوا أمين فإحنا من فضلكم إحنا محتاجين التدبر ومحتاجين إن إحنا مش بس نقرأ مش بس على فكرة نقرأ لأ نقرأ وناخد تمام ورد قراءة ومرة واثنين وختمة واثنين وثلاثة بس كمان إن إحنا نتدبر القرآن